استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة إناس عبدالدائم حول افتتاح قصر الثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لنشر الفنون الرفيعة والارتقاء بوعي وثقافة المواطن المصري وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتولي اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون كإحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وعي الإنسان المصري وتسهم في بناء شخصياته ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة لافتا إلى استمرار الدولة في دعم الأنشطة ومختلف القطاعات الثقافية في ضوء تكلفات الرئيس السيسي بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها في نشر التوعية وتعليم الفنون للنشأ وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة